عبر الهاتف تنضم إلينا دكتور نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دكتور نيفين في البداية أنا برحب بحضرتك على شاشة أكستر نيوز في الحقيقة مجهود كبير بيقوم بيه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بس خلينا نطلع السيدة المشاهدين بالطبع خلف هذا المجهود في الحقيقة فيه مجهود آخر وهو آلية التنسيق يعني نحن نتكلم على 24 كيان التحالف موجود في أكتر من قطاع عن طريق العديد من المبادرات آلية التنسيق يا دكتور تفضلي هو خلينا أولا أهلا وسهلا بسيادتك وبالسادة المشاهدين وخلينا نبدأ الأول أن انطلاقة هذا العمل العظيم كان من بداية تكريف سيادة الرئيس أنه إحنا المفهود أن العمل التنموي ده من الضم الأزرع القوية جدا في أي دولة وكان الاعتراف في عام 2022 بالتحالف الوطن العام للأهل الأستنموي وبدأت الانطلاقة من 28 سبراية طبعا أخذنا على عاطقنا أن إحنا تنفيذ سواء توجيهات سيادة الرئيس أن إحنا الوصول للشرائح الأولى بتاعية وبالأثر الأكثر تحقا فبدأنا نعمل بروتوكولات وطبعا اجتماعات وكان نينا في مبادرات كثيرة جدا كلها بتمثل مواطنة المسر وبتوصلوا حقيقيا على أرض الواقع منها مبادرات كثيرة جدا أكيد بتابعين مبادرات فترة وعافية كل يوم جمعة النازل فرحانة جدا وبيتشوفها بالتباعة المبادرات توزيع المراكب الصدع والصيادين اللي عملت صدق قوي جدا في مبادرة مراكب الرزق تقديم منح دراسية للطلاب الجماعات التكنولوجية يعني عملتين منحة دراسية سنويا مبادرة جاين نتعلم المتوزيع المستلزمات المدرسية مجانة مبادرة إزرع اللي فعلا فرقة معنات كثير جدا يعني يمكن في أكثر من محافظة طبقات مبادرة إزرع لسعب الصغار المزارعين اللي احنا بالمدرون بالتقاوي بالأفندة بأسعار أقل من التكلفة وبين تباحهم طبعا دا كان من ضمن برضو المبادرات العظيمة جدا هو في الحقيقة دكتور لما نيجي برضو يمكن حضرتك ذكرت أكثر من مبادرة ستر وعافية دفشتة مراكب الصيادين إزرع ويمكن إزرع دي كانت من أهم في الحقيقة زي ما حضرتك قلت المبادرات عايزة برضو حضرتك تعرفي سيدا المشاهدين أن الخروج بمبادرة زي دي بيتطلب الكثير من التنصيق بيتطلب بحث يمكن ميداني عشان نعرف متطلبات المواطنين عشان نعرف لو فيه فئة معينة لأن حضرتك عندكم قاعدة بيانات يمكن عريضة عارفين من خلالها ايه متطلبات المواطنين عارفين من خلالها مثلا لو فيه قرية معينة بتحتاج لقافلة طبية لمرض معين على سبيل المثال فيه قرى مثلا نسبة المرضى بالسكر فيها أكتر فبيتم وصول قوافل لها لعلاج المرض السكر بشكل أكبر ده مجهود مش شيء بيخلص في يوم وليه يا دكتور لا طبعا فعليا كلام سيادتك مضبوط ده بيبقى منقود مدني احنا بنجمع أصلا معلومات من المواطنين من خلال عملنا ومن خلال البروتوكولات المعمولة مع المؤسسات الأهلية ومع الجمعيات الخيرية من خلال قاعدة البيانات اللي عندنا ومع الجمعيات القاعدة احنا عندنا بنجمع يعني دايما مقترحات من المواطنين في القضايا اللي يتكلمون من المجتمع يعني سواء كان في مجال الصحة بنسأل الناس انتم ما اسكوا ايه طب في مجال العمل هو أغلب معظم الناس يبقى عايزين يقولك احنا عايزين يشتغل فعشان كده بدأنا نفكر في مبادرة ازرع مبادرة ابدأ نعملين كمان مبادرة ابدأ دي مبادرة عظيمة جدا صحيح فعلا من المواجرات اللي ثابت علامة قوية جدا في الصناعة مبادرة ابدأ بتشتغل على توطين الصناعات الاستراتيجية في الدولة وكمان بتساعد الصغار المصنعين والصناعات المتوسطة والمتنهيات الصغر لان ده هو ده الحل ان الدولة تنهب فبالتالي المواطن لما بيحس ان انت بالتعامل وبالتعامل ومجالي يفكر معاك وانه يشاركك في التفكير وانه كمان بيديديروا حاجة يشتغل بها طبعا بتوصل لي طب فكرة التركيز في الاوينة الاخيرة يا دكتور على الشقة التمكين الاقتصادي الى اي مدى ده انتوا حسيتوا ان فيه مردود من الشارع علي يعني زي ما حضرتك يمكن قلت المواطن دلوقتي اه ماشي المواطن بيحس ان الدولة حسابه او التحالف الوطني اللي عمل اهل التنموي حاسس بي انه لما بننزل زي القواف المتعلقة بستره وعافية وما الى اخره لكن الجزء المتعلق بالشق الاقتصادي او التمكين الاقتصادي ده ايه مردوده على الشارع اقول لك مردوده ايه انا مردوده احنا عامين مبادرات كتيرة جدا ومتابعين كتير جدا من الصناعات يعني فيه زي مثلا مصانع اللي بدأت تشتغل في تصنيع الاجهزة الكهربائية الصغيرة فيه مصانع بدأت تشتغل في تكفيف الطماطم وفي صناعة الصلطة يعني الصناعات اللي احنا شايفانها هتستهلك عدد كبير من المواطنين يشتغلوا فيها وفي نفس الوقت هايبقاليها انكم كويس فيهم او دخل ديها كويس فبالتالي احنا بالفعل اشغالين الحاجات دي فعليا فيه مشاغل عامينها لتعليم السجاد اليدوي والكليم اليدوي والسيدات بيجوا تعلموا مجانا بنوفر لهم الانوال والمدربين مجانا وبيطلعوا انتاج والانتاج ده بيزع كمان لان الانتاج ده مطلوب سواء كان داخليا في مطل او خارجيا برا كمان فبالتالي لما بتلاقي دخل بيرجع لها او المواطن بيلاقي دخل وراجع لي يبقى فعلا الناس دي شغالة والناس دي معانا فعلا وهو الهدف من التوجهات فيادة الرئيس ان احنا نض ظن الحماية الاجتماعية لكل المواطنين حماية الاجتماعية المواطن عايز ليه سجن عايز ليه غزاء عايز ليه عمل كمان يشتغل صحيح صحيح وكل البنو دي احنا بنحاول نوفرها من اكتر من مبادرة المبادرات كمان المبادرة الاخيرة اللي اطلاقها التحالف الوطني مبادرة في خيرك سابق خاصة في الايام القادمة مع وجود الازمة العالمية الاقتصادية الموجودة ما كانش ينفع احنا نسيب مصر لوحدها تواجه هذه الازمة والمواطنين يواجه هذه الازمة بدخول كمان شهر رمضان المعظم في خيرك سابق فسياد الرئيس اوصى ان يبقى فيه توجهات لنا ان اطلاق مبادرة تساعد الناس فعلا طم اطلاق مبادرة في خيرك سابق وهذه المبادرة تشتعل على ثلاث مستويات سواء كان بقى من توضيع كروت الخير او السراثين او الواجبات السخنة الهدف والمستهدف منها اطعام خمسة مليون قصة في سلال عام وده رقم كبير مش رقم قليل لا مش قليل مش قليل والناس سألة محتاجة واحنا كمان لنا كمان بيبقى لنا ندوات توعية مع الناس لان الناس لازم تبعارفة ان زي ما احنا هنا مصر فيها اجنة اقتصادية لا العالم الخريجي في اجنة اقتصادية لما لاقي وزيرة الطاقة السويسرية طالعة بتقول ان السويسر بلا كهرباء وعندها مشكلة وانا دلوقتي كمواطن مصر الحمد لله عندي اتفاق في الكهرباء وبطبط الكهرباء اذا فيه ايجابيات في الدولة موجودة معنا برغم ان غيرنا عنده نقف فيها او نفتيك منها انا لما لاقي ويمكن حتى يا دكتور لما بنبص بمقنا حضرتك تطرقتي لنقطة الندوات التوعوية لما بنجي نبص للموضوعات اللي بيتم من مناقشتها في الندوات التوعوية بتبقى موضوعات بيكون المواطنين هما اللي طالبين ان هما يعرفوا معلومات زيادة عنها محتاجين ان هما يشاركوا حتى في حلول لها محتاجين ان هما يفهموا الصورة بشكل عام هل ده برضو بيكون ليه انعكاس لفكرة ان المواطن حاسس ان هو اصبح شريك الى حد كبير في عملية التنمية اللي بتدور في الدولة المصرية طبعا المواطن المصري يا فندم ذاكي جدا ذاكي جدا وهو بيحب بلده وبرغم ان هو بيشوف فيها شوية تحديات او شوية صعوبات بس هو عشان بيحب بلده وعلى يقين ان بلده فيها قيادة رشيدة بتحكمها فهو صابر على اي تحديات لكن لما بيشوف فعلا على الارض فعليا حاجة بتساعده حاجة بتبعامه هو اكيد هيبقى مقتنع بالليحنا بنعمله لانه مش يقتنع بكلام نظر هو يقتنع بكلام عملي وانت حرك لم تكريم المواطن وتشرحي له وتسردي الازمات العالمية الموجودة لان فيه مواطنين مش كلهم بيتابع الميديا والتلفزيون لما يعرف ان المانيا فيها نقصة الغزاء دلوقتي وتطلع رئيسة الرابطة الفيدرالية بيقول انا عندي نقصة شديدة لغزاء لما رئيس فرنسا ذات نفسه يتكلم ان عنده مشكلة في الوقود ومش لقي بنزين للسيارات ولا مشكلة عنده كمان في الكهرباء لما ان ايوزلاندا معدل التدخل نوصل فيها لسيارة عشر يعني دي كلها دول عظمة وكلها تأثرت بالأزمة الطبيعية طب لما مصر اللي واجه التحديات كبيرة جدا ديها تعداد ستاني كبير جدا والحمد لله ظل برضو التحديات تلاقي يد العون اللي موجودة مستحيله في الوطن الساعد والمواطن بتوصل له خدمة ويحاس ان في حد بيجده لسالة مؤمنة انت مش لوحدة احنا معادي اكيد هتأثر بعاوها اكيد هتفرق معادي وفيه قصة قفة تانية برضو يا دكتور عايزة حضرتك تكلمينا فيها بتفاصيل اكتر في القوينة الاخيرة احنا سمعنا عن العمل التطوعي حتى لما كنا بنتابع الجهود اللي بتتم مثلا في قورة حياة كريمة بنلاقي ان الناس بتقول انه هي اللي بتلاقي الشباب واهالي القرية دي لما بيشوفوا العمل بيدور على قدم وثق في قرية بعينها مثلا هم اللي بيبدأوا يتطوعوا لانه هم يبقوا يعني بيشتغلوا في القرية دي وبيساعدوا فيه سرعة الانتهاء من المشروعات بتاعت القرية دي شفنا كمان دلوقتي الثقافة المتعلقة بالعمل التطوعي فيه عند حضراتكم في التحالف زي ما بيتقال كده النطاق بتاحها اتسع بشكل كبير هل ده برضو فرق مع الناس يا فندم انا من كتر الناس المتطوعين انا مش عايز اقولك انا كل يوم بيجيلي حوالي 200 شاب عايز يتطوع لان هي دي طبيعة المصريين المصريين جدعان وطيبين ودايما الازمات هي اللي بتكشف معدن كل الدولة وقدرة الدولة دي على تحدي الازمات فدايما المصريين بيظهروا في الازمات اول ما بيحسوا انه فيه احتياج ليهم كله بيتطوع والميضة في العمل التطوعي هو جاي عن حب هو مش مأجور لا ده جاي يقضي رسالة عن قناعة انها تخدم الدولة تخدم المواطن اللي بيحفظ هذه الخدمة فهو بيشتغل بكل اخلاص انه هو يساعد الدولة انها تؤفل هذه الخدمة للمواطن المصريين احنا عندنا كمان الفترة الصادقة دي كنا مننزل في مبادرات المدارس كنا نختار الافصال لليهم ظروف معينة يعني كان مثلا من اطفال ايزام او من اطفال احتياجة او اطفال عايزين يكرمهم عشان هم من الاوائل او اطفال من حفظة الكرآن قد ايه كان بيبقى كل الموجودين بيتعاون معنا ان احنا لوصل بهذه الاطفال وانا عايزين نفرحهم وبتبقى فيه سمفونية بحب موجودة ساعتها بتلاقي المصريين ناسهم فيه قسمة وناسهم فيه غلق اصعار دي طبية الشعب المصري صحيح صحيح شكرا جزيلا على حضرتك